الأسبوع الأسوأ منذ انزلاق البلاد إلى أتون الاقتتال بين العسكر في الخرطوم وأم درمان المكتظة بالضحايا اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع أصوات المدفعية وأزيز الطائرات الحربية لها الكلمة العليا مع انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت الضرورية لساعات طويلة رحل الاشتباكات كانت تدور في أحياء العاصمة بمدنها الثلاث بالتزامن مع استهداف مباشر بقذائف المدفعية للجيش في أم درمان لتحصينات وتجمعات قوات الدعم المتهمة حديثا بارتكاب فضائع إنسانية مع غياب رواية موحدة عما يحصل شهود عيان يؤكدون تحليق الطيران الحربي بشكل مكثف فوق تمركزات قوات الدعم فيما سمعت أصوات انفجارات وشهدت ألسنة اللهب تنبعث من المقرات المسلحة في مدينة بحري تناقلت روايات متواترة على التواغلات لقوات الجيش بأرتال ثقيلة صوب الجنوب والوسط الأمر الذي أشعل اشتباكات بالرشاشات والمدفعية قوات الدعم السريع من جانبها أعلنت تصديها للقوات المهاجمة وسحقها بالكامل والاستيلاء على 130 مركبة بكامل عتادها إذن المواجهة العسكرية مستمرة دون تعب وأيضا الفضائع ضد المدنيين مستمرة دون هوعدة ففي ردها الأول أعلنت الولايات المتحدة إدانتها لما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والعنف المروع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر تقريرا مفصلا حول مزاعم تتعلق بمقتل 87 من عرقية المساليت على يد قوات الدعم السريع وأعضاء الميليشيات المتحالفة معهم في غرب دارفور تتزايد معاناة الجهات المانحة في إيصال المساعدات العاجلة الحدود مثخنة بالفرين ومئات من الجوعة المعرضين لخطر الموت والأمراض في مرمى العاصفة مناشدات لا تجف حناجرها من استجداء أطراف النزاع على إيقاف البندقية للوصول إلى الضحايا جراء الاقتتال